وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدي نزينتهن إلا ما ظهر منها قال بعض أهل العلم ما ظهر منها قامتها ما تقدر تغير قامت طولها وعرضها ما تقدر تغيرها هذا اللي ظهر منها معني يعرف حجمها وإن كانت مسترة ستر كامل لكن حجمها يظهر طويل قصير نحيف سمين يظهر هذا ما ظهر منها ما عد كلفن الله يجي بين جلباء فوق بعيد غطي نفسهم ما حد يشوف طولهن ولا عرضن هذا ما كلفن الله به إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جوبهن ولا يبدي نزينتهن إلا لبعولتهن أزواجه إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائي بعولتهن أو إخوانهن أو أبنائي إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة إيمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء نساء كلام صريح وواضح يقال ألا زوجة خوي ألا زوجة خوي أريد أن تدخلها في الآية شي معك بصار تدخلها في الآية ما حدي ما حدي في الآية ذي زوجة خوك اللي تظهر عليها ذي قال زوجة عمي زوجة خالي من يبغى نحن ندخلها؟ الله قال إلا فلان 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 ما حدي من يبغى تدخلها؟ قالوا يا رسول الله فرأيت الحم قال الحم والموت يعني تموت ولا تدخل على حميها هات قدر اللي يشلها في السيكل قال خو زوجها يشلها في السيكل حرام 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 تعرف معنى الحرام لو كان أطهر قلب في الدنيا كان حرام عليه لو قلبه أطهر قلب لا يخلون رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران